كان في ذكرى الفنان القدير فؤاد المهندس عاوزين نسمع لابنين بتاعت مصر هي أمي الراجل ده كان بيعمل برنامج حلو قوي كلمتين وبس ده اللي احنا شايفينه دلوقتي محتاجين كلمتين وبس عاجات كتيرة قوي في حياتنا نخش عالجد بقى عندنا أكتر من خبر عندنا مع وزارة الداخلية في حملة للمخدرات هنشوفها ونكمل معاكم مصر هي أمي نشوف تحية الوزارة الداخلية تتلاحق الضربات الأمنية التي تقوم بها أجهزة مكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية ضد تجار المخدرات فقد أحبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس محاولة جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر ميناء غرب بورسعيد في حاوية تحتوي أدوات منزلية مخبأة داخلها المواد المخدرة ونجحت بعد تفتيشها في ضبط أكثر من أربعة أطنان من مخدر الحشيش ونحو أربعة ملايين كرس كبتاجون مخدر إضافة إلى خمسة وعشرين كيلو جرام من مخدر الهيروين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أيضا أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر البانغو من شرق إلى غرب قناة السويس عبر نفق الشهيد أحمد حمدي وفي كمين أعد لهذا الغرض تم ضبط ثمانمائة وخمسين لفافة لمخدر البانغو تزنطن وسبعمائة كيلو جرام المخدر به صم قاتل هكذا كانت المفاجأة التي رصدتها الكاميرا في مكونات مخدر الاستروكس والذي يطلق عليه مخدر الشيطان بعد أن نجحت أجهزة مكافحة المخدرات في ضبط سنين من أخطر العناصر التي تقوم بتصنيعه مخدر الفودو أو الاستروكس من ضمن المخدرات التخليقية اللي انتشرت تعاطيها بين الشباب في الأونة الأخيرة وله آثار مميتة على متعاطيه وهو مخدر شديد الخطورة هي مجموعة من المواد الكيموية تم تصنيعها داخل المعمل تخلط بعشب أخضر اللون مثل البردقوش أو الدميانة ويقدمها تاجر المخدرات بعد خلطها للمتعاطي على أنها مخدر طبيعي ولأنه مخدر قاتل فقد أودى بحياة عدد من متعاطيه لذلك تكثف الجهود لضبط تجاريه بشط الطرق الذين لا هم لهم سوى جني الأموال على حساب حياة الإنسان مع ضرورة أن تنتبه الأسر والشباب لحجم الكارثة الناجم عن تعاطي هذا المخدر نحن كأجهزة مكافحة مخدرات نقوم بدورنا بحملات مستمرة على جميع عنحاء الجمهورية لضبط جميع القائمين على تجارة المخدرات وتقدمهم للعدالة لكن من الجانب الآخر لازم يكون فيه دور لكل مواطن ولكل أسرة بتوعية أبنائهم بخطور التعاطي المواد المخدرة وخاصة مخدر الفودو والأستروكس المخدرات بصفة عامة وخاصة التقليقية منها لها خطورة شديدة على المتعاطي وعلى أسرته وعلى المجتمع ككل جهد كبير قوي تحية لوزارة الداخلية لأن احنا بنقدم بعض المشكلات وبعض الناس اللي عندهم مشاكل في الإدمان لكن لازم برضو نشعر بالجهود اللي بتقدم ومع الوقت إن شاء الله هنتلقى شكويكم لما بتلاقوا فيه أماكن فيها كسرة الإتجار أو فيها نسبت بيها هنتلقى دعا ونعدي وزارة الداخلية إن شاء الله لسه بنكمل معاهم وكان فيه برضو تم ضبط عملية كبيرة جدا للتهريب في برسعيد هنشوفها ونكمل معاكم هو ذا في إطار مكافحة جرائم تهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمهورية أحبطت مدرية أمن بورسعيد محاولة تهريب أربعة أطنان ونصف الطن من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم وضبط أحد عشر متهما وخمس دراجات نارية وسلاس سيارات بنكمل معاكم برضو في الشرقية تم اختطاف شخص ووزارة الداخلية نجحت إنها تطبط دول اللي مسكوه وكمان كانوا هي يعني فيه اتصالات بقى إن هم ياخدوا فلوس والعك اللي انتوا عارفين وده نشوفوا الخبر بتاع الشرقية موجودة هو دي الصورة تحية لرجال الشرطة في الشرقية